زاكي فاكرينه اللي احنا افرجنا عنه. الوقت كتب. قال تغريده يعني قال ان ناتنياهو قاتل ومتسلسل. اهو. اهو. قال انه قاتل ومتسلسل. ده الوقت ده اللي كان عاملين فاكرين مشكلته. فما اصره باتريك زاكي وطلعوه طلعناه يا سين. ماشي. بيقول كل تضامن مع الزميل باتريك زاكي. اهو. اه ده مين حسان بهجد بيقول كل تضامن مع عزين حسان زاكي مع آسف. باتريك زاكي الذي يتعرض لحملة شعواء من اليمين الايطالي المتطرف واللوبي الصيوني بسبب تغريدة وصف فيها نتنياهو بانه قاتل منسلسل اثناء وجوده في ايطاليا هذا الاسبوع لاطلاق كتابي الاول احلام الحرية واهمها. الود قال نتنياهو قاتل. عملوا في ايه? هات يا ساروت بسرعة. بسرعة ساروت. اهو. ده الكلام ده عن طريق حسان بهجد. بيقول اه تسببت هذه الحملة حتى الان في الغاء ظهور باتريك في الليلة في الحالة القولولة في المنسلسلسل. كان هيعمل موسم جديد اهو لاغوها. ظهوروا في تلفزيون. غيره يا ابني. اتنين معرض تورينو بتاع الكتاب لاغوا الكتاب بتاعه ولاغوا استضافته. غيره يا ابني. تلاتة بقى اعلانة عمضة مدينة بريشا ان باتريك لم يعد مرحبا به. غيره يا ابني. ردا على اه حسان بهجد. ده حسان ما جاد بيقول. فضع نوابل من التصريحات الهجومية والعنصرية ضد من السياسيين واليامنين والشتائم لم توقف طوال الاسبوع على الانترنت فقط بسبب هذه التغريدة. عرفت يا جماعة حقوق الانسان والحرية. لما كان بيشتم مصر بقى باختصار قبل مختم. لما كان بيشتم مصر والنظام المصري والمؤساة المصرية والدولة المصرية فتحوا له ابوبهم هناك وطلعوه على المسرح ودلوا جوايز وطلعوه يعمل مقابلات وفي التلفزيونات وبقى نجمة عندهم لما كان بيشتم مين مصر اول مقال نتنياهو قاتل قطعوا علي المياه والنور. طول الاحداث اللي فات كان بيشتم مصر خلال الاسبوع اللي فات شي تيمة في مصر واش تيمة على الرئيس واش تيمة على الحكومة واش تيمة على الاعلام واش تيمة على كله فتحلوا الباب فتحلوا المجالات اول مقال نتنياهو قاتل قفلوا علي المياه والنور. عرفت الفرق يا جماعة. فاصل ونعود